والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شك أن الناس في هذه الأيام يستقبلون شعيرة عظيمة ألا وهي عيد الأطحى وما فيه من البركات ومن العبادات المشروعة وإن دل هذا فإنما يدل على عظمة الإسلام وأن الإسلام هو الدين الحق والدين الكامل وأن الإسلام اهتم بعقيدة الإنسان لأن الأعياد عندنا من العبادات ولذلك لا تثبت العبادة إلا بدليل وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يخترع عيداً غير العيد الذي جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون هناك عيد الأم ولا عيد الشجرة ولا عيد الكريسمس بتاع النصارى ولا عيد ميلاد المسيح ولا يكون عيد المولد النبوي ولا يكون من باب أولى الحوليات والأعياد التي يخترعها أرباب الطرق الصوفية مما يسمونه بالحولية عرفتها؟ فده كل يا أخوان باطل ليس من دين الإسلام في شيء نحن ليس لنا إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى ويأتي هذا العيد في ذكرى عظيمة لنبي كريم كل الناس يعرف قصته ودعوته إلى الله جل وعلا لما أمره الله سبحانه وتعالى وألهمه منذ الصغر أن يكون موحدا لله حنيفا مائلا عن الشر موحدا لله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام كما قص الله قصته في كثير من صور القرآن وربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتسي وأن يقتدي بإبراهيم عليه السلام ثم قال له بلغ أمتك واتل عليهم وقص عليهم نبى إبراهيم واتل عليهم نبى إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين رفتة فربنا سبحانه وتعالى لعظم هذه السيرة والقصة أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو على المؤمنين قصة إبراهيم لما دعاهم إلى التوحيد ووجد قوم يعبدون الأوثان وهي أصنام كان يصنعها أبوه وقال لهم إنما وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم جهنم وبئس المصير ولذلك يا أخوانا من أعظم ما يتذكر المسلم في هذه الأيام أن يتذكر قصة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بأن يجادل أباه وأن يجادل قومه في التوحيد وأن يبين لهم حق الله سبحانه وتعالى وهو أن يعبد الله ولا يشركوا به شيئا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وده فيه رد على بعض من يزعم أنه داعي إلى الدين يقول لك لما تقول للناس ضال في وشه ده إبراهيم عليه السلام رفت إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وناظرهم وأبطل حججهم في عبادتهم لأوثان السفلية ولعبادتهم للكواكب العلوية حتى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الله عقب هذه القصة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ربنا سبحانه وتعالى أدى إبراهيم عليه السلام حجة قوية في بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لما بيّن لهم التوحيد وثم أقام عليهم الحجة ثم ناظرهم في أوثانهم السفلية ودخل على الأصنام في بيتها وكسرها عليه الصلاة والسلام وجاءوا إليه يزفون وأقام عليهم أيضا الحجة قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون لما أبطل حججهم جميعا قاموا دارين يحرقوه فأراد الله رفعته في إمتى؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرفع إبراهيم عليه السلام وأن جاه الله من النار عليه الصلاة والسلام ثم أراد الله أن يبتليه وأن يمتحنه بكل امتحانات لنبي من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يخرج بابنه المولود من هاجر ويقال أن هاجر رضي الله عنها أنها كانت يعني أنها كانت مملوكة لزوجته الأولى وهي سارة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام وكانت هي من أصحاب المكانة فزوجت إبراهيم عليه السلام من مملوكتها فلما ولدت إسماعيل عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يخرج إلى بلد وهي مكة وأنه سوف يكون في هذا المكان بيت أمه الناس من كل فج عميق رفتة حتى إنه ترك دي برضه من الفوائد وده فيه رد على البلاغاتية إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر ومعها جرة ماء ومعها شيء من الطعام بسيط رفتة وخرج وتركها هي وابنها ليس معها إلا ربها سبحانه وتعالى لما ماشي سار أو هاجر قامت صاحة لإبراهيم تناديه وتكلمه والحديث في الصحيح وهو لا يلتفت إليها ولا يجيبه لغاية ما وقفت وقالت له آه الله أمرك بهذا يا إبراهيم قالت له ربنا أمرك إنك تتركنا أنا وابنيه المولود في هذا المكان الذي ليس فيه أحد وليس فيه زرع ولا ماء قال نعم قالت إذن لن يضيعنا ربك ما دام أمرنا كده ما تضيعنا في واحد من أخواننا قال لي في واحد بلاغاتي الجماعة التلقام يلفوا يمشوا وين وين يقول لك الآن سوف يخرج معنا في هذه الرحلة أربعين من الأحباب جماعة التبليغ عندهم مركز في جبرة هناك مسجد بلال ومقرشين وما دارين يضربوا جير أنا ما بعرف ما علم قالوا طبعا هذا من الزهد والتواضع يا زول إنته بتلعب واللجنة في إمتى طيب ما ما تعمل له بياض عمل له بياض ما لك من الزهد خلطوا بطارعه يكون فيها والدبرك جواه وكذا فده كل لد قال أنا بخلي جاء بعد بعد ما مرته ولدت جاء سيد الدكان قال له انت كنت وين قالوا والله خرجنا في سبيل الله ومرتك دي خليت لمنه قال له خليت زي ما إبراهيم خلى مرته ولده شفت الشبهة كيف طبعا الرد على ساهل جدا إبراهيم عليه السلام ربنا أمره إنت الأمرك منه إنت أمرك محمد الياس الكهندالوي وإبراهيم عليه السلام أمره ربنا نزل عليه جبريل الوحي رفتها ربنا أوحى إليه أن يترك هاجر وابنها إسماعيل لكن إنت أوحى لك منه إنت رفتها عشان تعرف الكذب يقول لك نحن نحوم عشان نزيد الإيمان يا زول انت بتلعب طيب ما سوق لك ركشة أدي أدي السواك حقه وإيمانك يكون زايد يا ناس بتلعب علينا نحنا ففي قصة إبراهيم عليه السلام أن فيها عظم التوكل على الله سبحانه وتعالى وكذلك زوجه هاجر رضي الله عنه بعد ذلك إبراهيم عليه السلام غاب عن هاجر وجاءت قبيلة من جرهم وجاورت بعد القصة الطويلة في البحث عن الماء وصعدت في الصفاة ثم نزلت إلى المروى وهكذا سبع مرات فكانت هي الأشواب ووجدت الماء يعني ينبع من تحت أرجل إبراهيم من تحت أرجل إسماعيل عليه السلام كويس بعد ذلك جاءت قبيلة جرهم وجاورهم إسماعيل عليه السلام وتعلم منهم لغة العرب فكان فصيحا وتزوج منهم وجاء إبراهيم عليه السلام بعد أن تزوج يزور ابنه جايزوره لقى امرأة ابنه قامت قاتل قام سلم عليها وكذا قال لا حالكم كيف قالت لي والله حالنا صعب وكذا وشكت عرفت فإبراهيم عليه السلام قال لا إذا إذا جاء إذا جاء يعني زوجك فقول له قد جاء شيخ من صفته كذا وكذا وقل له وقال لك غير عتبة بابك فلما جاء إسماعيل عليه السلام سأله فقامت حكت له وجاءبت له صفة والد إبراهيم عليه السلام قال لا أمرك بحاجة قالت له ما أمرني بحاجة إلا أنه قال لي غير قل لي زوجك أن يغير عتبة بابه قال لا ده أبوي وأمرني أطلقك فطلق بعد ذلك جاء الزوجة الثانية وكانت زوجة صالحة لا تشكو حالة للناس رفت الميمة القصة طويلة وأمروا أن يثبتها رفت في بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن أن يرى ورأى ذلك في منامي أن يذبح ابنه وأن يبني البيت في إمتى ربنا سبحانه وتعالى اختبروا اختبارات عظيمة وأراد أن يرفعه عليه الصلاة والسلام فاختبره فاختبره ربه سبحانه وتعالى ونجح في البلاء ويعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل فداء إسماعيل كبشا رعى في الجنة مئة سنة وكانت هذه سنة الأضحية ولذلك أخوانا هذه السنة من السنن التي هي من سنن الأنبياء هي التي من سنن الأنبياء وهي مواقف كثيرة جدا الإنسان لو دائر يقف مع صيرة النبي إبراهيم عليه السلام يجد فيها كثير من من مسائل التوحيد ويجد فيها كثير من مسائل التوكل على الله سبحانه وتعالى في سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى قال لأبوه إبراهيم يقول لأبيه في المجادلة وفي المناظرة والمناقشة قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وهذه الصفة الصفة الكاملة لله سبحانه وتعالى إنه ربنا سبحانه وتعالى له السمع المطلق ولو البصر المطلق والذي بيده الأمر كله لشان كده أنت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى وترغب إلى الله جل وعلا الليلة الناس في البلد دي تلقاوز المضحي يقول لك ها الآن الخرفان زايدة وماشينا الزريبة وشفع ما ضحينا اليوم ونجهز الصواطير والشوايات والفحم في انت ومجهز حاجاته وتلقاو عنده عقيدة في واحد من الجماعة المجرمين الذين أضلوا الناس عقيدة كالعقايدة التي حارب إبراهيم عليه السلام واحد تلقاو تجاني عنده عقيدة في صلاة الفاتح قولك وتلقاو عنده سبعين حجاب بسم الله الله أكبر يا جزار ما تنسى اسم الله في الضريحة وذاك تلقاو عنده سبعين حجاب حجاب فوقه يقول لك خاتم سليمان ونجمة داود واحد تلقاو مكتوب فوقه آيات مقطعة واحد تلقاو مكتوب فوقه وآوات كثيرة وفي واحد مكتوب فوقه أكاكين سكاكين في إمت تلقاو جوا وده قال ده يضحي ده ما عنده ضحية في إمت واللحم الضبح ده ده لحم ما بجوز لأنه ده زل عنده عقاية شركية بالله سبحانه وتعالى وتلقاو بعتقد في أحمد التجاني إنه بناديه سيدي ساكنفاس بناديه أبو العباس بناديه إنت إذا بتنادي أبو العباس معناه ما قريت القصة بتاعت إبراهيم عليه السلام وما أعرف الموضوع بتاع الضحية تعرف الضحية دي في شنه في تسليم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لأمر الله سبحانه وتعالى وده ما دار يسلم لأمر الله ربنا سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر الحجبات دي تعتك دي لو الله دائر بيضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فيمت إنت لان عندك عقايز دي واحد ثاني تلقى عنده عقيدة في البرع إن البرع دا مسبت الكون وإنه غوث زمانه بيجيبوا لك صور تلقى كلها مكاشرية وسمانية بتاعنا الطرق كلهم شيخ الطرق تلقى مرسومين لهم في ورقة كبيرة والبرع غازلنه في النص يا ظل دا شيالة بتاعة خبيز تخاتيه في النص كده لا يقول لك دا دا الغوث دا البلد دي كلها مجيهة يا ظل مجيهة يا تبلد حسي البلد دي حالته مجيهة يعني في امتى وطيب لو ما ماسيك يا حسي شنو كذاب ساكت في امتى انشر للناس عقايد ها أن أمسكه في الأولياء ها وأستاذك يا فجير كن عنده ذليل حجير له أدبعك الصغير لا أتميل أبدا لغيره يقول لك تمسك في الشيوخ وتندهى الشيوخ ها وبعد دا زل دار يا ضحي في امتى أول مسألة تفهمة إن يا أخواننا الضحية وسبب الأضحية وقصة الأضحية أنها تتنافى مع العقايد الشركية في امتى وعد تلقوا بيعتقد إنه الشيخ بيعلم الغيب هل إبراهيم عليه السلام كان يعلم إنه ربنا سبحانه وتعالى في الغيب دار يبتليه ولا ما كان يعلم أه كان يعلم عشان كده ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين فإذا كان إبراهيم عليه السلام ما كان يعلم الغيب إنه ربنا دار يبتليه وإسماعيل عليه السلام ما هيذبح وربنا حيمنعه وحيفديه بكبش فكيف الولي بتاعك تقول لي بيعلم رفت يقول ليك نمشي ليحميدة عنده تلاتة برطمانيات والحمد لله الليلة المطرة وقفته ربنا سبحانه وتعالى قال ها وينزل من السماء ماء فهمت المؤيد ربنا سبحانه وتعالى ذكر في صورة الأنفال ها ها قال ليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فهمت المطرة دي وانبدر جاءت زلزلة المشركين شاكد الليلة حميدة ما قادر يستغل ها عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ها كان إذا نزل المطر كان يكشف عن كتفي الأيمن ويقول عن الأمطار إنها حديثة عهد بربها الأمطار دي من دلائل التوحيد التقاشنوا ربنا قال هو الذي ينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لله لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الواحد القهار الليلة زلق قاعد والمطر ملتهم حلو انت عارف من الحكم لعلى تكون من الحكم لأنه المرة الفاتت الجماعة قاعدين تحته بعد انتهى من الكذب بتاعه والدجل والشعوزة بتاعته قام قال لهم يا جماعة عليكم الله الزولة اللي بيفرش الفرشاد ده أدو حقه حقه شنوه وانت عندك حد وفي مصلة بيدفعوا عليه جروش شاكده ربنا أسي طيّنوا له تاني لا حقه لا ما حقه والإثنان بيكونوا متفجين الفرش الفرشاد وحميدة بعد دهك بيتقاسمها تقال الشغلانية كلها بيقى التجارة شاكده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليعكلون أموال الناس بالباطم عشان كده أغلب حاجة الحلقة الفاتت برضو دي من الغرائب حميدة بيقى يحذر من بشرة كويس بخطوة كويسة والله لأنه داك حينفسه هسي انت لو فتحت عيادة بتاعت أخي الصاي قلب وجاء تاني واحد أخي الصاي بتفتح فيه بلاغ مفروض يكون في خمسمائة متر ومفروض تكون في المحلية عيادة واحدة وكده الليلة لأنه دا بيشتغل معك وده الشغالين كله قلب بيشتغل معك كده بيشتغل معك في مية؟ Inaudible فاق بتعارض بيشتغل معك كويس الكشة بيشتغل معك كويس حجاب سكين بيشتغل معك فرار بيشتغل معك حجاب ريزق بيشتغل معك وأظن الليلة حجاب تعريزق دقة المطرة في مية؟ وغيره من المسائل كلها بيشتغل معك فما داير بوش رادات يجي يشتغل معه وموازي يقوم يأكل من قروشه عشان تعرف اللعبة كلها في نيانية أنا مدأكد الزلدة لو أنا اشتريت له كرتونتين بتاعة عصير والله بيجيب جمعانا وهابينا والله يجيب لك الآن الحلقة فرد على السمانية ما الزلدة أري أكل بس والله الزلدة تديه بوكسي توكي دي تعني ما تشوفه في البلد دي مرة واحد الزلدة تأكل يا زل وفي النهاية بتأكله ده لو كان باسم الدين وتأكله بالباطل ربنا سبحانه وتعالى حيحسبك عليه وتأكل في بطنك قطعة من نار سوى ما تنشر من العقائد الباطلة ومن المذاهب المنحرفة ومن عقائد الصوفية لكذا أخوانا الناس ترجع للعيد وتعلم أن أعظم شعيرة في هذه الأيام هي شعيرة تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل وتكبير الله جل وعلا والإيمان به وحده أنه ينفع وأنه يضر وأنه المستحق للدعاء وللتوكل وأنه الغني وحده وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دون أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابع الخلق عليهم قل الله خالقوا كل شيء وهو الواحد القهار إن شاء الله تستمر الحلقة إن شاء الله بعد العيد وإن شاء الله نسترجع بقلوب طيبة وتضحي الأضاحي سخية النفوس بها لله عز وجل ترجو الأجر والثواب والإنسان يرجع بعد العيد ولو عقيدة نظيفة متمسك بالدين كويس محافظ على صلواته إلى أن نلتقي بارك الله فيكم السلام عليكم اشتركوا في القناة